مارتين جريفث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في مقال على صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يتحدث عن سبع نقاط هي مبادئ للسلام في اليمن هكذا أصمعها المبدأ الأول يجب إعادة احتكار القوة إلى الحكومة اليمنية أي أنه لا يسمح لأي يمني خارج الدولة باستخدام العنف لتحقيق غايته ويمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجيا من الميليشيات إلى الحكومة الجديدة المبدأ الثاني بحسب جريفث حدد فيها شكل الحكومة التي وصف أنها يجب أن تكون أكثر من كونها تحالف داعيا إلى شراكة كاملة بين الأحزاب السياسية التي وصف بأنها تتخذ جوانب مختلفة مؤكدا في هذا البند أن الخلافات يجب أن تحل على القاعدة السياسية المبدأ الثالث أكد جريفث أن أحد بنود السلام ضمان الحكومة اليمنية الجديدة عبر من أسماهم قادتها الجدد أن لا تكون اليمن منطلقا للهجمات على الجيران ويجب على الحكومة ضمان هذا الأمن باتفاق مع دول الجوار المبدأ الرابع تتبنى الحكومة الجديدة عبر قادتها الجدد ضمان سلامة التجارة العالمية الذي يعتمد على أمن البحار وحراسة حدودها أيضا مع دول الجوار وسيتم دعمها من قبل المستفيدين من هذا الأمن المبدأ الخامس يقول جريفث أن الشعب اليمني سيقوم بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه الآن ويحضرونه من أراضيهم أما المبدأ السادس سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرارا لسكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل ندوب هذه الحرب في إشارة إلى مستقبل يمن ما بعد الحرب اقتصاديا المبدأ السابع والأخير أكد فيه جريفث أن شكل اليمن المستقبلي يجب تحديده من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وعلى استعداد للدخول في مفاوضات حول مستقبل اليمن بحسن نية المبادئ السبعة ليست نقاطا للحل وإنما مرتكزات لبدء عملية سياسية يرى البعض فيها أنها شروط للمدينة الفاضلة والتي لم تطبق من عصر أفلاطون وعلى الواقع السياسي كان الدكتور أبو بكر القربي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام قد استبق هذه المبادئ بالحديث عن مشاريع سلام سيقدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ودول التحالف أما الصحفي محمد أنعم فقد تساءل عن فشل مهمة جريفث وما أسمها بوفاة اتفاق ستوكولم متهما للمبعوث الأممي بأن دوره غير الحيادي شجع الحوثي في الحديدة إلى نصف اتفاق ستوكولم وفشل مهمة المبعوث البريطاني